السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن منقارنة بين صوت ف وصوت ذ يقسم هذا الفيديو إلى أربع أقسام القسم الأول كيف أو ما هي الحروف التي من خلالها التي من خلالها نشكل حرف ف والجزء الثاني نتكلم عن كلمات تحتوي على حرف ذ والجزء الثالث نتكلم عن كلمات فيها حرف ف والجزء الأخير مقارنة بين صوت ذ وصوت ف تابع معي نات الفيديو هناك الكثير من العلومات والملاحظات على النطق في اللغة الإنجليزية بالتالي أحسن في النطق أثناء القراءة أو الحديث في هذا القسم من الفيديو القسم الأول نتكلم عن الحروف التي تشكل صوت ف لاحظ فا لا نقول فا فا لاحظ الحالة أولى لتشكيل صوت فا يكون لدينا حرف الف نفسه الحالة الثانية البي اتش سوية يصدر صوت فا أيضا الجي اتش سوية تصدر صوت فا إذا لدينا ثلاث حالات باللغة الإنجليزية لنشكل صوت فا لاحظ هذا اسمه حرف الف حرف بي حرف اتش لكن سوية صوت فا اسمه جي اسمه اتش لكن سوية صوت فا الحالة أولى بيكون عندنا حرف الف نفسه يصدر صوته فيل 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 يشعر فايند يجد فايند 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 فت فت قدم فلاي فلاي يطير إذن أول صوت هو نفسه حرف الف يصدر الصوت فا فا فيل 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 فايند فت فلاي البعض يلفظ رقم خمسة باللغة الإنجليزية فيف فيف ننتبه فا فايف أو يقول فايف فايف إذن نتكلم بالقسم الثاني الحالة الثانية لنصدر صوت فا بيكون عندنا بي اتش سوية حرف بي اتش فاماسي فاماسي لاحظ فا فا لايك فاذر فا فاماسي 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 صيدلية فون هاتف تليفون أيضا هاتف دولفين دولفين بارغراف بارغراف إذن نص أو مقطع بارغراف فاماسي فون دولفين بارغراف لاحظ بي اتش فضناها فا دولفين بارغراف القسم الأخير لتشكيل صوت F بيكون عندنا جي اتش سوية كاف كاف سعال لاف لاف يضحك اناف اناف كافي راف راف قاسي أو خشا إذن لا قل كاجي اتش إذن خلاص مباشرة جي اتش سوية نفضهم فا كاف لاف لاحظ لاف اناف اناف راف إذن لتشكيل صوت فا نفسه حرف F يكون عندنا بي اتش سوية فا جي اتش سوية فا جي اتش سوية ايضا فا فيل فاين فوت فلاي فارماسي فون دولفين بارغراف كوف لاف اناف راف الفقر الثامن الفيديو انتحدث عن الصوت ذا إذن لاحظ في فرق بين فا ذا 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 كما قلنا فايف فايف البعض يلفظها ذا ذا أو يقول فايف بهذا الشكل إذن هذه خطأ وهذه خطأ لا نقول فايف ولا نقول فايف 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 ذا 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 فايف الفاا میں ذا مارس أو فا fuels أ Stone فاoufl لا نقول فان ذا 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 طبيب بيطري مزهرية صدرية أو سترة تحت الملابس يزور يصوت أو ينتخب صوت ف زوجة لا أقول ويف ما هذا الشكل؟ طعام حياة لا أقول لايف إذن يصبح معاتها حي أو مباشر يختلف المعنى لايف شلف رف ليف ورقة لا أقول ليف لو قلنا ليف معاته يغادر أو يترك إذن ليف ليف ولف ذب ذب ويف فود لايف شلف ليف ولف ويف فود لايف شلف ليف ولف بهذا الجزء الرابع والأخير من الفيديو نقارن بين صوت ف وصوت ذ اللاحظ يتغير المعنى لدينا فان ف فان مشجعة ومروحة فان لو استبدلنا حرف الاف بف يصبح الصوت فان عربة فان ملاحظين؟ في فرق بين فان 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 عربة أو سيارة نقل ليف ورقة ليف يغادر لا نقول ليف 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 إذن ليف 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 ورقة ليف يغادر بفرق بين ف ذ فري عبارة أو مركب نهري إذن عبارة عن قارب لكن يعبر من خلاله السيارات أو الشاحنة عن طريق فري فري جدا مثلا نقول فري جود جيد جدا فري فري سيرف سيرف يتصفح أو يركب الأمواج لكن عندنا سيرف يخدم سيرف هاف نصف أو نص هاف كيلو نصف كيلو إذن ألما تلفظ هاف هاذ ملاحظين هاذ يملك هاذ يملك إذن انتبع على صوت ف وصوت ذ فان ذان ليف ليف فري ذري سيرف سيرف هاف هاذ نعيد مرة أخيرة فان ليف فري سيرف هاف فان ليف ذري سيرف هاف بهذا الشكل النهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن صوت ذ وصوت ف يجب التفريق بينهما لأنه يختلف المعنى من كلمة لكلمة من صوت لآخر تكلمنا في هذا الفيديو عن أربع أجزاء الجزء الأول ما هي الأحرف التي تشكل من خلالها صوت ف والقسم الثاني كلمات فيها حرف ف أو صوت ف وجزء الثالث كلمات فيها صوت ذ وجزء الأخير قارننا بين صوت ف وصوت ذ ولاحظنا كيف يتغير المعنى عن طريق الصوت يما يكون ب ث أو ذ نصيحة بهذا الفيديو لتحق الفائدة المرجوة منه أن تلاحظ الفرق بين صوت ف و ذ وتعرف ما هي الأحرف التي من خلالها شكل صوت ف وتحفظ جميع هذه الكلمات لأنه مجرد ما حفظت كلمات يكون عندي رصيد كاف من الكلمات للمحادثة والكتابة وأيضا يكون عندي أسهل كل ما حفظت كلمات أكثر بيكون عندي سهولة بحفظ الكلمات الأخرى يعني المرة هذه حفظت 20 أو 25 كلمة أو 30 كلمة تأخذ معك وليكن نصف ساعة اليوم أو المرة الثانية تحفظ 30 كلمة تأخذ منك 20 دقيقة وهكذا بيكون صار عندك سهولة بحفظ الكلمات أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لعيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته